ايام قليلة بتفصلنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب الحدث الثقافي الاهم والابرز في المنطقة العربية فن الرواية من الفنون المزدهرة جدا في كل سنة بنشوف اصدارات كثيرة جدا وعدد كبير من الكتاب والادباء واصوات ادبية جديدة بتكتب روايات مختلفة لها اشكال والوان مختلفة نهاردة احنا معنا ضيف اصدر رواية مدهشة جدا ومهمة جدا هي رواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي الاهمية انها رواية بتتميز انها بتعالج فترة مهمة جدا من تاريخنا وبتتكلم عن الامنيات والاحلام وغير كده انها وصلت الى قائمة الجائزة العالمية العربية البوكر وهي من اهم الجوائز دلوقتي وصلت الى القائمة الطويلة القائمة الطويلة دي بيختاروا منها ست روايات حتى تصل الى القائمة القصيرة وبيختاروا رواية واحدة وهي من ارفع الجوائز الادبية دلوقتي في عالم الرواية رواية مهمة مقامرة على شرف الليدي ميتسي هنتكلم عنها وحنكون في حضرتها وعلى شرفها في الفقرة الأخيرة من صباح الخنة مصر من الصديف منوارنا في الستوديو الكاتب الصحفي والروائي أحمد المرسي صاحب رواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي واللي زي ما محمد بيقول وصلت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الطويلة أهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليكم ومبروك أصلا الترشح لديك الله يبارك فيك لما نيجي نقول رواية أو خلينا نقول مقامرة على شرف الليدي ميتسي مين الليدي ميتسي؟ الليدي ميتسي أحد شخصيات الرواية هي تقريبا هي المحرك بتاع الأحداث بتاع الرواية تعتمد على أربع شخصيات أحدهم الليدي ميتسي هي صاحبة المقامرة التي تقود المقامرة في سباقات الخيل في بداية القرن العشرين عندها أحد الأمال التي الأمنية لن تتحقق ولكنها مصر على هذه الأمنية رغم إدراكها تماماً أنها غير وقعية ولا تحدث يعني فهي المحرك الأساسي للرواية وعشان كده تصدرت العنوان نسمح لا نعرف أي عن الرواية هي الرواية الدور في بداية القرن العشرين في ضحية مصر جديدة أيما البرون كان لسه بعملها وكان عملها كمدينة طرفهية عشان يكتذب لها المستثمرين فكان أحد الأشياء اللي عملها مدينة ملاهي لونبارك أول مدينة في الشرق الأوسط ومدمار سباق الخيل أحداث الرواية بتدور في أربع شخصيات بتقودهم ظروفهم الحياتية ومصاعبهم وأحبطاتهم أن هم يلجأوا إلى مدمار المقامرة في سباقات الخيل ضابط متقاعد بسبب موقفه السياسي في صورة 19 سمصار للخيل وولد من قبائل التحوية الموجودة في الشرقية المشتهرة بتربية الخيول بيتورط معهم هو الفرس اللي بيسابق بجوادهم الجواد اللي بتشتريه اللي دي ميتسي والأربعة بتتعلق أماليهم بفوز هذه الفرس جميل برواية أولت حتى في الأول مختلفة شوية زي ما أنت وصفت وكلمت عن تاريخ العشرينيات من القرن الماضي وفكرة الرهان أو المقامرة على الخيول 11 فصل كل فصل بعنوان استوقفني عنوان لو كانت الأماني خيولا فكرة أنه إزاي أرهن فكرة أو أمنية أو حلم على سباق خيل ما شفناش التاريخ الاجتماعي ده بيتم تقديمه في عمل رواي فن هو الحقيقة التاريخ الاجتماعي ودراسته أهم بكثير مش أهم بكثير طبعا يسير بالتوازي مع التاريخ السياسي للمجتمعات عشان نعرف حقيقة المجتمعات كانوا عايشين إزاي يعني لا يجب أن نكتفي فقط بالتاريخ السياسي للدولة أو نعرف أن صورت 19 يجب أن نعرف أجدادنا كانوا عايشين إزاي وهؤلاء البشر الذين كانوا يعانونا ألماً مثلماً نعاني الآن إزاي كان ألماً وإزاي تعاملوا معه وإزاي كانت تجربتهم لأن التاريخ يكرر نفسه ويعيد نفسه فتجربتهم أكيد مشابهة لتجربتنا وألمهم أكيد مشابهة لألم ولذلك كان استخدمت التاريخ في الرواية للإسقاط على الواقع والحياة المعاصرة التي نعيشها والأمنيات التي نعيش فيها والضغوط الاجتماعية التي كانوا يواجهوها وبنواجهها دلوقتي بسبب تشابه الظروف أو التشابه مثلاً كانوا في نهاية حرب في حروب دائرة نهاية وباء كورونا الفلونزة الأسبانية في بداية القرن 19 صورة صورة فالظرف التاريخي مشابه الظرف الاجتماعي مشابه فالتجربة الإنسانية قد تكون متشابه مختلاف الأدوات اللي تم استخدامها أنا عايزة أعرف بقى أنت كصحفي ليك طريقة في الكتابة كتابة في النقل للواقع بشكل أو بآخر تقديمه للإعلام وتحولت لشكل مختلف خالص للكتابة بقى الأدبية إزاي تقدر تعمل لتنين هل بتعرف لسه تعمل لتنين مع بعض في نفس الوقت ولا ده سحبك بشكل آخر لاتجاه مختلف هي الصحافة تختلف كثيرا على الكتابة الأدبية ولكنها بتفيد بتفيدني في كتابة الرواية التاريخية أو الرواية الخالي التاريخي أو التاريخ الاجتماعي لأنها بتفتح لي أفاق البحث في الأرشيف الصحفي غيره من المصادر بيتسهل كتير الكتابة الرواية لكن مع اختلاف طبعا الأسلوب الكتابي في الصحافة عن أسلوب الكتابي في الرواية الرواية أسلوب أدبي يعتمد على لغة ثلثة شعرية ولكن الأسلوب الصحفي قد يكون يصفه البعض بالأسلوب الجامد قليلاً الهدف منه الإخبار أو غير ولكن الصحفة فدتني فيه البحث وعملية الريسيرش والأرشفة الما قبل التي تسبق كتابة الرؤية هقض بناك كلمة البحث أن العمل ده وراء بحث استمر السنتين فكرة أنك تتعرف على اللغة التي كانت موجودة الفترة دي أسماء الأحصنة المحلية والعالمية فكرة كمان اللغة والحوار للشخصيات احنا بتكلم على ولد بدوي جاي من اللي هو الطحاوي وبنتكلم على سيدة إنجليزية بنتكلم كمان على ضابط متقاعد يعني أكيد فيه اختلاف في مستويات اللغة عملت السيرش إزاي وجمعت المعلومات عن فترة العشرينيات دي إزاي والرهان على سباقات الخيول احتاجت منك وقت وصلنافتها إزاي قبل ما تبتدي تكتب الرؤية احتاجت وقت طويل طبعاً وأخذت سنتين وسنتين في خلال البحث فقط والكتابة ممتدت حوالي ستة أو سبع شهور وكان البحث ممتد خلال ستة أو سبع شهور التعدد طبقات اللغة في الرواية ده كان يعني رهان أنا حطيته بين نفسي هل هيلقى أعجاب الجمهور أو لا لأن استخدام اللغة العمية في الرواية محل خلاف وجدال من منذ بداية تاريخ الرواية من أيام توفيق يعني الأستاذ الكبير توفيق الحكيم كان مستخدم باللغة العمية يعني مفيش حوار خالص نجيب محفوظ يكتبه بالعمية بكتب رواية وذكرت ذلك سابقاً أنه بكتب رواية في العصر حالي أستخدم اللغة العربية فصحة لن أستخدم اللغة العمية لأنها لن تضيف للشخصية جديدة لأننا جميعاً من استخدم اللغة العمية ونسمعها ونستسيغها ولا نشعر بالاختلاف فيها لكن لما نيجي نتكلم ونعود بهذه اللغة للتراث المصري فهيكون اللغة في حد ذاتها جمالية ورسالة يعني لما بنسمع أغاني سيد درويش بنعرف المصطلحات المستخدمة في هذه الفترة إزاي كانوا بيتكلموا لأن اللغة العمية المصرية تحمل قصة الشعب المصري في حد بي صحيح معها الاختلاف في اللغة أخذ مني وقت يعني مثلاً كانت اللغة التحوية هو بيكلمه لغة قبائل بدوية تعيش في الشرقية في بداية القرن العشرين أخذ مني وقت طويل من البحث بعض المفردات مش مفهومة يعني بعض المفردات إحنا مش متعودين عليها بشكل كبير ده حقيقي بس يمكن فهمها من سياق الحديث يعني لأن طريق القارئ عن اللي هو يصل إلى المعنى المراد من العبارة جماعة المجاريد اللي كانت موجودة سعيد نفده الشيخ الطحاوي صعود أحد أحفاد مؤسسي صعود الطحاوي مؤسس جزيرة السعود هي جزيرة مشهورة للقبائل العربية اشتهروا بتربيه الخلوب بيصدروا الخيول عالميا لسبقات الخير حتى الآن يعني يعتبر 90% من نسل الخيول العربية العالمية لموجودة في أمريكا وبريطانيا والسبقات الموجودة في بريطانيا ومسابقات جمال الخيول من نسل هذه القرية الصغيرة الموجودة في الشرقية المجاريد الشعرية اللي كانوا بيقولوها هو لازل يحفظها وأخذتها وجمعتها وكوينت في عقلي أخذت المفردات منها ونقتها وكوينت في عقلي لغة الحد واستمرت أتحدث بها مع نفسي الحد ما كوينت لغة وكأني استعدت أحيات اللغة دي من جديد وقمت بكتابة الشخصية دي طيب في حاجة واضحة قوي كانت فكرة الليالي الفريقة أو المواقف الفريقة فوزان ولد غلبان في حاله لقى نفسه في ليلة مجبر أنه يبقى موجود في مضمر سباق موجود بقى مع البشوات والهوانم والليديز وطبقة اجتماعية مختلفة عنه وهذه الليلة هي اللي فرقت دا التفاصيل جات منين فوزان كان بيفكر ازاي كل التفاصيل أحيانا للتغيير بيجي في ليلة واحدة يعني أي شخص ممكن حياته تغير من اليسار إلى اليمين أو من فوق لتحت في ليلة واحدة في لحظة واحدة أحيانا ممكن هي تكون مسؤولة عن تغيير دا وده كان مقصود بإشارة إلى كيف يمكن أن يتغير قدر الإنسان في لحظة أو بناء على اختيار واحد ممكن يغير حياة كاملة فشخصية فوزان التحاوي هي محرك أساسي من محركي الأحداث في الرواية ويعتبر هو الشخص الأهم أنه بتدور في فلك جميع الأحداث من فوزان التحاوي لمرعي سايس الخيول وكان شخصية أيضا يعني مختلفة وليه بعض التعبيرات في الرواية لما كان بيكلم مثلا بيقول أنه أقصى أماني الإنسان هو أنه ينسى مضي ودي تحدي أو هاجس موجود في الرواية فكرة التغلب على الأماني الخسرة الأماني التي لا تكتمل ويبقى فيها خيبات في الآخر الأماني لا تكتمل هو أكبر أبنية الإنسان أنه ينسى مضي على لسان مرعي أحيانا بتبقى بعض الأماني التي تكتمل نحن ندخل الحياة بالكثير والكثير محملين بالكثير من الأماني أحيانا بعض هذه الأماني نريدها حقا وأحيانا مش عايزين الأماني دي ولكنها أضيفت لنا ودي رسالة الرواية يعني فيه أشياء المجتمع هو نفس اللي بيدفعنا لي لو هنطبق داع العصر الحالي أحيانا الحضارة الحديثة والمستحدثة والرأسمالية الشديدة اللي بتدفع الإنسان هو يعوز حاجات هو مش عايزها أصلا أنا عايز أجيب أحسن حاجة أنا عايز أجيب أحسن بيت أنا عايز أجيب أحسن عربية وكذلك وقد يكون الإنسان في ذاته هو مش عايز هذه الأمان ومش عايز هذه التطلعات ولكن المجتمع يدفعه دفعا وعايز أجيب أحسن موبايل أحسن كذا فالمجتمع هو بذاته هو بيدفع الإنسان ناحية الأهداف دي فهي الرواية بتتحدث بتقصد دفع في ذاته ممكن الإنسان يمر بمرحلة من الإحباطات يعني يدرك بعض الأمان يعني يريد بعض الأمان ولا يصل إليها في النهاية يصيبه هذا بالكثير من الإحباط ممكن هذا الإحباط يحاوله لا صنم يعني لا يشعر في المستقبل أو يدمر حياته في المستقبل فهي الرواية الرسالة أو النداء على الإنسان أنه يتخلى عن هذه الأمان الفارغة ويعيش يعني يرضى بما هو لديه هو يحاول لا يعني هذا التكالية أو الخضوع أو غير ولكن يحاول ولكن بطريقة يعني بدون هذا الألم النفس اللي ممكن يمر به طيب فكرة إن إطفاء الطابع التاريخي اللي كان موجود في الأحداث والسيكونس بتاع الأحداث أو في تسلسل الأحداث برغم أنه كده ده برضو إحنا قاعدين وإحنا عملين بنقلب في صفحة لصفحة حاسين بتشوق عايزين نعرف الأمور هتوصل لإيه إحنا بنحلم مع أحلام الأربع شخصيات الرئيسية وقاعدين مستنين مين فيهم حيوصل لإيه ومين فيهم حيتحقق له إيه ربط ده بقى بالأحداث التاريخية أو بالطبع التاريخي عمل إيه وأثر إزاي في الناس وهي بتاني أعتقد أنه هو أطفى عمق آخر رواية أو بعض آخر رواية هو البعض الثقافي يجب أن تحتوي الرواية على فكرة وبعض الثقافي يطفي أو يثري القرن أعتقد أن التاريخ عمل هذا في الرواية أعتقد أن الناس كانت متشوقة لرؤية مصر في بداية العشرينات لأن خاصة الأفلام لابد ويسود كانت بتبدأ في نهايات التلاتينات والأربعين هذه الفترة يعني لم توصق إلا بصور نادرة فقط ولكن إزاي كانوا الناس عايشين الظروف الاجتماعية اللي كانوا عايشينها الحالة الاقتصادية اللي كانوا عايشينها خاصة أن فيه ارتباط دائم بالرخاء في التاريخ المصري في الفترة دي أو بيسموه الزمن الجميل وغيره ولكن الحقيقة أنه هو زمن زي كل الأزمان يعني دائما إحنا لنا عندنا نستالجيا كده اللي إحنا نفكر في الزمن الماضي وكأنه كان وردي وغيره كان وردي وجميل ولكن لا الحقيقة أنه كان مصر كانت في العشرينات كان بتمر بأزمان الصادية شديدة بعد الحرب العالمية الأولى كان فيه وباء وكان فيه وباء الانفرنزة الأسبانية شبيه بكورونا دلوقتي يعني كان الفترة دي شبيه بالفترة اللي إحنا عايشينها بل أسوأ يعني لو رنم كتاب ريجار راية وسكينة للأستاذ الكبير صلاح عيسى نجد أن هو بيقول مثلا المصريين كانوا بيأكلوا حاجة اسمها لحم الإنجليز لحم الإنجليز ده هي الخيور العائدة من الحرب بيتبحوها ويبيعوها في سوق بيسموه سوق الوقيعي يعني سوق الحيوانات المتعبة وكان المصريين بيشتروا مننا الفقر هذا المشهد لو قررناه بدلوقتي إحنا أرحم كتير من هذه الفترة بس يحسب لرواية فهلا الجانب المعرفي اللي أشرت إليه فكرة أن أنا بيديني معلومات ومعرفة عن زمن لم أعيشه ده هدف الفن كمان والروايات ففيها جانب ثقافي وجانب معرفي مهم جدا أسماء الأحياء اللغة الأحصنة اللي كانت موجودة بدخلة السباق عايز أسأل حضرتك الليدي ميتسي وده اسم عنوان الرواية وهي السيدة الإنجليزية فقدت ابنها وارتبطت بمصر جدا ملامح هذه الشخصية رسمتها إزاي ملامح الشخصية هي تكوانة عن طريق فكرة الفقد أو الغربة أو الاقتراب وجود شخص خرج من مجتمعه إلى مجتمع آخر هو غريب فيه وكذلك مرفوض فيه لإعتبارات عديدة منها أن الاحتلال الإنجليزي اللي موجود في مصر حتى هي بتكلم بطل الرواية بتقوله أنك لا تحبوني لأني إنجليزية أو أني يعني طبع القوم يحتلون بلدك يعني هذه المشاعر من الاقتراب كانت هي أساس تكوين الرواية بالإضافة للجالية الكبيرة الأجنبية اللي كانت موجودة في مصر في الفترة دي وكانت مشاعر الجالية دي متبينة لاتجاه المصريين أحيانا مشاعر الاستعماري الغربي وأحيانا التعاطف الشديد فهي اللي دي ميتسي وجدت نفسها أقرب إلى المصريين في الرواية وتشبههم وتشبه أماني أطالها يعني فكانت هي شبه محرك للأحداث بالرواية شكرك يعني نورتنا وشرفتنا إن شاء الله مقامرة على شرف اللي دي ميتسي تدخل القائمة القصيرة لجائزة البوكر وتفوس كده بالمركز الأول عمل فعلا يستحق التقدير والإشادة وبنبارك لك وصول القائمة الطويل أشكرك أشكرك نورتنا وشرفتنا الكاتب الصحفي وروائي أحمد المرسي صباح الخير والإبداع عليك الله خليك أنا متشكر جدا